اشتركوا في القناة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اما بعد فقد كنا وقفنا على صفة الحياة من جهة تعلقاتها والاستمرار على ذكر مسائله اريد ان اختبر اذهانكم فيما تقدم من المسائل وخصوصا التي تحتاج الى هذا الاختبار وهذا التمرين حتى تستوعب المسائل كلها بما في ذلك المسائل العويصة المعقدة الصعبة ومن تلك المسائل مسألة الايمان وهل يزيد او ينقص فقد بينا ان العلماء اختلفوا في الايمان هل يزيد او ينقص فما هي مذاهبهم في ذلك مذاهب العلماء في زيادة الايمان ونقصانه هل يزيد وينقص ام لا يزيد ولا ينقص ماذا تقولون قلنا بان هناك مذاهب او ان هناك اقوالا وليس في هذه المسألة قول واحد فقط فيها ثلاثة اقوال القول الاول ان الايمان يزيد وينقص وهذا هو الذي بدأ به وهو الراجح والمشهور وهو الذي عليه المعول ان الايمان يزيد بزيادة طاعة وينقص بنقصانها هذا هو القول المعول عليه وهناك قول اخر يقابله وهو انه لا يزيد ولا ينقص لانه اما ايمان او لا ايمان هذا هو القول الثاني والقول الثالث هو تفصيل تفصيل في المسألة ونفي ان يكون فيها الخلاف لانه جامع بين القولين معا جامع بين القولين معا هذا القول الثالث ما هو القول الثالث قلنا انه جامع بين من قال الايمان يزيد وينقص ومن قال الايمان لا يزيد ولا ينقص هذا القول الثالث ذاب اصحابه الى ان الايمان له جهتان الجهة الاولى هو تصديق قلبي التصديق القلبي الباطني الخفي والجهة الثانية جهة العمل فاما من جهة تصديق القلبي فهو لا يزيد ولا ينقص واما من جهة العمل فهو يزيد وينقص هذا هو القول الثالث الجامع بين القولين السابقين وقلنا ان هذا القول نفسه شطره الاول الذي هو ان الايمان من جهة كونه تصديقا بالقلب وانه من هذه الناحية هو تصديق باطني تصديق خفي لا يظهر وانه من هذه الناحية لا يزيد ولا ينقص يمكن القول ايضا بانه من هذه الناحية يزيد وينقص يزيد بكثرة ما يظهر للشخص من الدلائل والبراهين القطعية التي تجعله يزداد ايمانا بالاضافة الى تأييد الله عز وجل وتوفيقه الى التعمق والرقي في هذا الايمان والى ان يدرج فيها او في هذا الايمان المؤمن مدارج الايمان العالية فاذا حتى هذا القول الثالث يمكن ان نفرع عنه وان نستلى منه قولا اخر يعني هو اما ان يحيلنا على القول الاولي واما ان نعتبر القول الاولى جاء مجملا وهذا فيه تفصيل وعلى هذا سيكون عندنا اربعة اقوال اذا هذه هي مسألة المسألة الثانية من المسائل التي تحتاج الى مزيد مذاكرة هو اننا حينما تحدثنا عن الارادة وهي صفة من صفات المعاني الناظم رحمه الله تعالى قال انها تغير وتباين وتخالف الامر والعلم والرضا ليست هي عين هذه الامور وقدرة ارادة وغايرت امرا وعلما والرضا كما ثابت بمعنى ان الارادة التي هي صفة من صفات الله عز وجل وانه بمقتضاها يفعل ما يشاء وكل ما يريده يكون هذه الصفة قال الناظم تبعا لغيره وانقلا عن العلماء انها ليست هي العلم وليست هي الامر وليست هي الرضا يعنينا من هذه الثلاثة التي تغاير الارادة وتغايرها الارادة الامر يعنينا اولا الامر ما معنى ان الامر يغاير او ان الارادة تغاير الامر قلنا بمعنى ان الارادة شيء وان الامر شيء اخر وليست هي عين الامر كون الله عز وجل يريد شيئا ليس معناه انه يأمر به وقلنا بانه سبحانه وتعالى قد يريد ويأمر ولا يريد ولا يأمر وقد يريد ولا يأمر ويأمر ولا يريد هذه كلها تكلمنا عنها تكلمنا عنها فكونه سبحانه وتعالى قد يريد ويأمر من يمثل لي لهذه الحالة مثل ماذا نعم يعني كاسلام المسلمين للراسخين في الاسلام وإيمان المؤمنين الراسخين في الاسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكبار الذين رسخوا في الاسلام وصدقوا فيه وماتوا عليه وغيرهم من عباد الله الصالحين فهؤلاء اراد الله لهم ان يكونوا كذلك اراد الله لهم ان يكونوا مؤمنين وامرهم بالإيمان اذا فهنا اراد وامر وقد لا يريد ولا يأمر مثل ماذا لا يريد ولا يأمر ها نعم هؤلاء انفسهم لا يريد الله لهم ان يكفروا ولم يأمرهم بذلك لم يأمرهم بذلك والذين قضى الله عز وجل في العزل ان لا يكونوا اصلا الذين لم يريد الله عز وجل ان يوجدهم فبقوا في العدم فهؤلاء ان يقولوا في حقهم لم يريد الله تعالى لهم لينها اسلاما ولا ايمانا ولم يأمرهم بذلك لانهم معدومون لانهم معدومون ثم قلنا ان الله تعالى قد يريد ولا يأمر قد يريد ولا يأمر مثل ماذا ككفرين لان الطغاة المتمردين على الاسلام والمعادين لنبي الاسلام كابي جهلين وابي لهبين وغيرهما فهؤلاء لم يأمرهم الله تعالى بالكفر ولم يريد لهم ان يكونوا مؤمنين فهو اذا لم يريد ان يكونوا مؤمنين ولم يأمرهم بالكفر اراد لهم ان يكونوا كذلك ان يكونوا كافرين وان يموتوا على كفرهم ثم قد يأمر الله عز وجل ولا يريد مثل ماذا قد يأمر ولا يريد قد يأمر بالايمان ولا يريده لهؤلاء الطغاة اذا فخلاصة من هذا ان الارادة والامر متغايرا متغايرا لانه قد يتوهم البعض ان الشيء اذا اراده الله امر به وان الامر مستلزم من الارادة وانهما متلازمان لا ابدا لذلك انبه على هذه المسألة حتى لا يتوهم احد ان الامر والارادة متلازمان فقال وغايرت امرا وعلما والرضا اي كذلك الرضا يعني ليس هو الارادة وان الارادة ليست هي الرضا فالله عز وجل اذا اراد شيئا ليس معنا انه رضي به فلذلك غايرت الارادة الرضا غايرت قد يريد الشيء ولا يرضاه قد يريد الشيء كما ذكرنا من قبل انه اراد لابي جهل ولابي لهب ولغيره من الطغاة واعمدة الكفر اراد لهم ان يكونوا كذلك وان يبقوا كذلك لما سبق في علمه سبحانه وتعالى من انهم لم يستجيبوا ولم يخرجوا من عنادهم ولن يهتدوا وما الى ذلك فاراد لهم ان يكونوا هكذا وان يموتوا على ذلك لكنه لا يرضى لعباده الكفر لا يرضى لعباده الكفر فهو اذا اراد ولم يرضى اراد لهم الكفر والموت عليه ولا يرضى ابدا لعبد من عباده الكفر فاذا هذا معناه قول الناظم رحمه الله تعالى وغايرت امرا وعلما والرضى كما ثبت كما ثبت اذا فقضية الرضى نذكرها مع الارادة لا مع الامر يعني قد يريد ولا يرضى لا نقول يأمر ولا يرضى لان الامر جئنا به بصفته مغايرا للارادة كما اننا تكلمنا عن الرضى بصفته مغايرا للارادة فلتتضح لكم الارادة اكتر هذه الصفة من صفات الله عز وجل انبغي ان تعلموا انها ليست هي عين الامر ولا عين العلم ولا عين الرضى هذه اذا مسائل فيها شيء من الصعوبة انبغيك ان تراجع هكذا ثم نتابع مع الناظم رحمه الله تعالى فقد قال وغير علم هذه كما ثبت ثم الحياة ما بشيء تعلقت وغير علم هذه الاشارة هنا الى الصفات الاخيرة التي تكلم عنها وهي السمع والبصر والكلام مع الادراك عند من عده من هذه الصفات من صفات الذات ومن صفات المعاني فهذه الصفات الاربع او الثلاث اذا استثنينا الادراك ليست هي العلم فعلم الله تعالى غير هذه الصفات لانه هذا الاشتباه من اين يمكن ان يأتي للانسان اشتباه ان يكون السمع والبصر والكلام وكذلك الادراك ان يكون هو او هي هذه الصفات هي العلم اين جاء الاشتباه من كون العلم الذي هو صفة من صفات الله تعالى يتعلق بجميع الممكنات والمستحيلات والواجبات وايضا هذه الصفات ايضا شاملة في تعلقها فقد يتوهم ان السمع بهذه الشمولية في تعلقها شمولية المطلقة وان البصر والكلام في شمولية هذه الصفات في شموليتها المطلقة بالمتعلقات قد يتوهم انها هي العلم بجامع هذه الشمولية المطلقة فلذلك لما خشي الناظم ان يتوهم احد هذه الشبهة ازالها بقوله وغير علم هذه اي السمع والبصر والكلام مع الادراك ان اعتبرناه كذلك هذه الصفات متباينة ومغايرة لصفة العلم فالعلم صفة وكل واحد من هذه الصفات ايضا صفة مغايرة وليست هي عين العلم وغير علم هذه كما ثبت اي كما نقل ثم الحياة ما بشيء تعلقت اي الحياة التي هي صفة من صفات المعاني وصفة من صفات الذات ليست كبقية صفات المعاني السد صفات المعاني التي تكلمنا عنها التي هي القدرة والارادة والعلم والسمع والبصر والكلام مع الادراك ان اضفناه على قول من قال به هذه صفات لها تعلقاتها لها يعني ما تتعلق به بمعنى ان القدرة تتعلق بالمقدورات التي هي الممكنات وان الارادة تتعلق بالمرادات وان العلم يتعلق بالمعلومات كان من الممكنات او غير الممكنات اذا فكل صفة من هذه الصفات السد من صفات المعاني غير الحياة كلها لها ما تتعلق به وقد رأينا انها اما ان تتعلق بالممكنات فقط كالقدرة والارادة او ان تتعلق بها وبالواجبات والمستحيلات كالعلم مثلا فالحياة فالحياة اذا وهي مدرجة عند علماء التحيد من صفات المعاني هي لا تتعلق بشيء غير ذات الاله عز وجل لا تتعلق بشيء لذلك فان صفات المعاني من غير الحياة كلها تتعلق بما تتعلق به الا الحياة فهي صفة لا تعني شيئا غير الذات لا تعني شيئا غير الذات فهذا معنى قوله ثم الحياة ما بشيء تعلقت هي شيء زائد على الذات نعم ولكنها لا تتعلق بغير هذه الذات لا تتعلق بغير هذه الذات فالشأن فيها كالشأن في الصفة النفسية الوجود وذهب ايضا جمع من العلماء الى ان الشأن فيها كذلك كالشأن في صفات السلوب لان صفات السلوب لا تعلق لها انما هي شيء زائد على الذات من ناحية التصورية من ناحية العقلية لانفهمها وانستعبها هي شيء زائد عن الذات او شيء خارج عن الذات لكن في عقولنا فقط في عالمنا العقل وفي عالمنا الداخل التصور اذا الصفة النفسية الوجود وصفات السلوب التي هي القدم والبقاء والغنى المطلق والمخالفة للحوادث والوحدانية هذه الصفات كلها ليست لها تعلقات مثل صفات المعاني فلذلك اضافوا اليها الحياة هذه الصفة اضافوها الى الصفات السابقة التي هي ليست من صفات المعاني وان ادرجوها في صفات المعاني من باب التسامح والتجوز والتوسع في الكلام ولكن الحياة وان لم تتعلق بشيء سواء كان ذلك الشيء موجودا او معدوما لم تتعلق بشيء غير الدات مما هو موجود ومن باب اولى انها لم تتعلق بشيء معدوم فلا علاقة لها بغير الدات التي هي محلها محلها لذلك قال ثم الحياة ما بشيء تعلقت اصلها ما بشيء وانما اني سهل هذه الهمزة للوزن ثم قال وعندنا اسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة هذا البيت تكلم فيه عن مسألة من المساء العقدية من المعتقدات التي يجب الايمان بها وهي ان اسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى كل ذلك قديم ليس محدثا وعندنا نحن اهل الحق اهل السنة والجماعة ومنهم الاشاعرة ان اسماء الله عز وجل العظيمة اي المقدسة المطهرة المعظمة وكذلك صفاته سبحانه وتعالى وقت قدم الحديث عنها وعن اصولها لان هذه الصفات التي تكلمنا عنها وهي عشرون ليست هي حاصرة لصفات الله عز وجل لا ابدا هذه من بين صفات ربنا سبحانه وتعالى لانه لا يستطيع احد ان يحصي جميع صفاته لا فنحن حينما نتحدث عن هذه الصفات نقول من صفاته تعالى ثم نتلو هذه الصفات ونعددها وهي اصول لما سوها اذا فهمت هذه فان اي صفة اخرى تهتدي اليها او تستنبطها فانك تفهمها وتعقلها كما عقلت هذه وعندنا اسماؤه العظيمة اسماؤ الله الحسنى التي هي تسعة وتسعون اسما ان لله تسعة وتسعين اسما مئة الا واحد من احصاها دخل الجنة هذه الاسماء هي ايضا بمنزلة الصفات لان كل اسمين يحمل صفة من صفات الله عز وجل فهي مثل او مثل الصفات حينما نأتي او نذكر اسما من اسماء الله الحسنى العزيز الحكيم القدير الباصد الخافض الرافع المعز المذل يعني كل هذه الاسماء هي ايضا تحمل معنى الصفات لكنهم لم يدرجوها في الصفات التي تقدم الكلام عنها ولكنها نوع من صفاته سبحانه وتعالى وعندنا اسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة اذا صفات الله عز وجل قديمة اي لا اول لها فاذا اخذت اي اسم من اسمائه الحسنى وبحت عن اوليته فلن تجد له اولا مثل ما رأيناه في الصفات فالقدرة صفة من صفات الله عز وجل لو بحت عن متى كانت متى وجدت فلا اول لها صفة قديمة كما كنا نعرف كنا نقول في القدرة صفة قديمة ازلية يتأتى بها اعدام الممكن او ايجاده على وفق الارادة اذا القدرة صفة قديمة لا اول لها وهكذا جميع الصفات كذلك اسماء الله الحسنى التي هي بمنزلة الصفات فلا اولية لها فكلها قديمة وانما قال وعندنا اي نحن اهل الحق نحن اهل السنة والجماعة ليخرج من ليس من هؤلاء وهم المعتزلة فالمعتزلة وان كانوا فرقة اسلامية لم يقولوا بقدم الصفات ولا بقدم الاسماء قالوا ان هذه الصفات وهذه الاسماء من وضع البشر يعني البشر الخلق عندما قرأوا النصوص القرآنية والحديثية استنبطوا منها بفهمهم هذه الصفات فهي من وضعهم ومن استنتاجهم ومن استنباطهم ومن فهمهم للنص الشرعي هكذا يفهم المعتزلة ومن على شاكلتهم وقالوا ان هذه الصفات لو كانت قديمة للزم القول بتعدد القدماء للزم القول بتعدد القدماء وهذا شرك فاذا نحن قلنا طبعا هذا على لسانهم نحن قلنا ان الله عز وزل الله واحد لا شريك له فاذا قلنا بان الصفات قديمة واسماءه قديمة فهذا قول بتعدد القدماء والله تعالى منزه عن ذلك ولكن اهل السنة اجابوا عن ذلك اهل السنة من الاشائلة والما تريدية وغيرهم من السلف الصالح اجابوا عن هذا الفكر الاعتزالي الذي ينفي وصف هذه الصفات بالقدام اجابوا عن ذلك بان هذه الصفات ليست منفكة عن الله عز وجل نحن قلنا سابقا هي ليست بغير الدات ولا بعين الدات يعني هي وان تصورنا انها غير الذات لكن غيريتها هذه ليست غيرية منفصلة وانما هي غيرية متصلة وتلك الغيرية في حد ذاتها هي اصلا انما هي غيرية بتصورنا نحن بتقريب الفهم لعقولنا نتصور ان صفة من صفات الله عز وجل هي غير ذاته وانها زائدة على معنى الذات هذا فقط للفهم نتصوره بعقولنا ونتخيله بأفهامنا لأجل ان يحصل لنا الفهم فحينما نقول ان القدرة غير الذات القادرة ليس معنا هذا ان الله تعالى في وقت من الاوقات لا يكون قادرا لسي معنا هذا ان القدرة لا تلازم محلها الذي هو ذات الله عز وجل لا القدرة صفة من صفات الله تعالى لا يمكن ان تبارحه ابدا ولا ولا يمكن ان ان يكون في لحظة غير قادر ابدا وان من فكاكها من ناحية العقلية فقط تصورية لان التصور يجوز ان يقع على كل شيء حتى على المحال حتى على المحال حتى قالوا يفرض المحال للحكم عليه ما لا يفرض المحال يعني يفترض يتصور يتصور عقلا من اجل الحكم عليه فلذلك حينما نقول ان هذه الصفات غير الدات وانها زائدة على الدات فليس معنا هذا انها منفكة عن الدات لذلك هذه الغيرية التي تحدث عنها الاشاعرة هي غيرية متصلة وليست غيرية منفصلة ليست القدرة في واد ومحلها الدات الالهية في واد اخر ليست هذه مستقلة عن محلها ابدا ليس هذا هو المقصود وانما المقصود بهذا الانفكاك في التصور فقط في التصور لذلك فان القول بتعدد القدماء هذا غير صحيح هذا باطل لاننا لا نقول اصلا بان صفات الله تعالى شيء منفك عن ذاته انفكاكا كليا ومغاير لذاته مغايرة يعني منفصلة لا ابدا هذه المغايرة مغايرة في التصور مغايرة في يعني العقل فقط من اجل فهم هذه الصفات فصفات الله عز وجل قديمة قديمة قدرة الله تعالى لا اولية لها وارادته كذلك وسائر الصفات قدم الله عز وجل هل تجد له يعني هل لك ان تجد اولية للقدم لو وجدت اولية للقدم اذا فهو ليس بقديم هو محدد وهكذا في سائر الصفات وعندنا اسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة صفات ذاته اي الصفات التي تتصف بها الذات العلية المقدسة للياه سبحانه وتعالى فهذه الصفات هي قديمة وقدمها لا يعني انها منفكة عن محلها حتى نقول بتعدد قدم ثم قال واختير ان اسماه توقيفية واختير ان اسماه توفيقية كاذا الصفات في حفاظ السمعية مسألة اخرى مفيدة في هذا المقام وفي هذا الباب وهي ان اسماء الله عز وجل وان صفاته سبحانه وتعالى هي توقيفية ليس لأحد ان يسمي الله عز وجل باسم ولا ان يصفه بوصف الا اذا ثبت ذلك عن الشارع صلوات الله وسلامه عليه ما لم يريد النص من القرآن الكريم او من السنة النبوية او ان ينعقد الاجماع على اسم او على صفة فلا يجوز نسبة ذلك الى ربنا عز وجل اذا فاسماء الله تعالى توقيفية اي واردة عن الشرع واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا بها وكذلك صفات الله عز وجل توقيفية اي واردة عن الشرع اما انها منصوصة في القرآن او في السنة النبوية فان لم تكن لا هنا ولا هنا فقد انعقد الاجماع عليها وهذه هي التوقفية هي الثابتة بالنص او بالاجماع لان الاجماع لا يمكن ان ينعقد على باطل لا تجتمع امتي على ضلالة واختير ان اسماه هي اصل الكلام واختير ان اسماءه ولكن الوزن لا يستقيم اذا قال اسماءه فلذلك ارتكب هذه الدرورة من اجل ان يستقيم اللفظ مع الوزن فقال واختير ان اسماه اي ان اسماءه فسهل هذه الهزة بها الطريقة حتى يستقيم الوزن واختير ان اسماه توقفية كذا الصفات في حفاظ السمعية اي كن حذرا في حفظ الصفات والاسماء الوارد بها الشرع والوارد بها النص والاجماع حتى لا تخرج عنها فتسمي الله عز وجل باسم من اجتهادك او تصفه بصفتين من اجتهادك وفهمك لا لا بد اننا لا نسمي الله سبحانه وتعالى الا بما ورد من الشرع بنسبة لأسمائه وكذلك لا نصفه الا بما ورد من الشرع نفسه قد يقول قائل القدام والبقاء وهذا كله اين تجده فنحن قلنا اذا لم نجد في النص ولا يعني يعني لا في القرآن ولا في السنة فالاجماع فالاجماع ايضا لانه لا يمكن ان اجتمع الامة وعلماؤها على شيء ليس بصحيح وعلى شيء هو باطل ثم ذكر بعد ذلك مسألة في غاية الاهمية وهي اله اذا ورد في هذا النص الشرعي المثبت لهذه الصفات ولهذه الاسماء اذا ورد في هذا النص نفسه ما ينسب الى ربنا عز وجل شيئا للخلق وهو ما يسمى بك المتشابه اذا وجدنا نصا فيه هذا النوع من التشابه او من المتشابه فما هو الموقف الذي ينبغي ان نتخذه تجاه هذه النصوص هذا هو الذي شرع فيه الان عند قوله وكل نص اوهام وكل نص اوهام تشبيه او وله او فوض ورم تنزيه اذا هذا البيت الان دخل الى مسألة اخرى هي مرتبطة بالتي قبلها مرتبطة بالصفات والاسماء التي هي من ناحية قديمة كل منها قديمة ومن ناحية ثانية هي توقيفية ليس لنا ان نقول اسما وان نسمي الله به ولا ان نصفه بصفة الا اذا ورد بها الشرع وورد بها النقل والسمع فلذلك ينبغي ان نحفظ ما هو سمعي من هذه الاسماء والصفات حتى لا نخرج عنها لكن ينبني على ذلك اذا وجدنا صفة او شيئا منسوبا الى الله عز وجل يتنافى مع هذا الذي نقوله كما لو وجدنا مثلا النص ينسب اليه اليد او الوجه او النفس او ما الى ذلك من الالفاظ التي تنسب الى خلقه فما هو حينئذ العمل كيف نتعامل مع هذا النص وهذا هو الذي سنبينه في الحلقة القادمة ان شاء الله والحمد لله رب العالمين